اشتركوا في القناة السلام عليكم اهلين فيكم في فيديو جديد قبل ما راح توقف نزلت iOS 14.2 البتا الاول طبعا بعض الناس يقول لك اوه وين 14.1 وين 14.0.1 وين اللي قبل لماذا نقزت من iOS 14 الى 14.2 كده فاجأة في بعض اشخاص يقول لك ان ال 14.1 مخليته قبل ان الايفون القادم راح ينزل فهل ال 14.2 راح يطول وينزل ال 14.1 مع الايفون القادم بعدين راح ينزل ال 14.2 ما ندري او هل ال 14.2 راح يكون الايفون القادم يعني قبل الجالسة تستخدم هذا ال 14.2 مع الايفون القادم وراح تنزل معه او ال 14.1 ولا ال 14.0.1 راح ينزل كده فاجأة مثلا اسبوع الجاي اسبوع البعد لحق تعديلات خاصة ال 14.0.1 مثلا راح يكون تعديلات لحق بعض المشاكل الاشخاص اللي واجهوها بعض الاشخاص واجهوه كلمني شخص ان الكاميرا حقيته ما تشتغل ابد فرمت الجهاز يقول ما تشتغل ما ادري سوا كل شيء يقول ما تشتغل بعض الاشخاص برضو طبعا هذا الشخص الوحيد اللي قال لي عندي المشكلة عنده قلت هل على الايو اس 13 كانت في المشكلة قال لا مدري يعني كذا فجأة صارت على الايو اس 14 13 ما كان فيه مدري لكن ما فيه شخص تاني يعني واجهه لكن فيه اشخاص برضو واجهوا مشكلة ان اذا بتخلوا مثلا العدلات وخلوا مثلا بدال السفاري متصفح مثلا كروم وهو الرئيسي اذا طفوا الجهاز يشغله يرجع فجأة على السفاري فالو تخشنه تخلي مثلا كروم يقول لك اذا طفوا الجهاز يشغله يرجع سفاري هذا مشكلة ابل لازم تحلها اشخاص الكثار يقولون واجهة هذه المشكلة مدري انا ما استخدم كروم استخدم بس سفاري فنشوف قدام شو تسوي لكن دعنا نتكلم عن الميزات الجريدة في الايو اس 14.2 كبداية حجم الايو اس 4.94 على الايفون 11 برو ماكس طبعا ليش حجمه كبير لانه شي طبيعي انتقالك من النسخة الرئيسية انا كنت على الايو اس 14 والان على البيتا كذا فاجأة من النسخة الرسمية البيتا لازم يكون حجمها كبير وانتقالك من البيتا الى الرسمية برضو يكون حجمها كبير فاذا نزل GM او النسخة gold master او النسخة النهائية تنزل حق الكل تنزل حق البيتا قبل فتشوف حجمها كبير المهم لو نخش نشوف هذا الايو اس 14 والرقم حقه لكن لو نخش نشوف 14.2 يكمل build number او مثل ما نشوف في النهاية ريضين يعني ريضين باقي مشوار في النهاية حرف ال H فحبة حبة الكل يعرف ان اذا قربنا لل A فيعتبر قربنا لحق النسخة النهائية اللي رح تنزل حق الكل فبعنها لل H فريضين وبرضو تكون فيها مشاكل ننتظر نشوف قدام لو نشوف الفرموير مثل ما نشوف تحدث كان في النسخة الغديمة عندنا ثنين صفر 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 واحد الان في النسخة الجديدة ثنين صفر واحد صفر واحد ففي تغيير في الكنكتيفتي او لاقط الشبكة طبعا الويرلس صغيرة نشوف قدام هل عندي مشاكل بلا ما عندي مشاكل رح يكون ما ندعي الى الان طيب نتكلم معكم عن الميزات الجديدة او الشي اللي حطت فيه أبل في ال 14.2 بما انه رقم جديد فلازم يكون في ميزات جديدة ولا ما يكون بدون شيء وحيانا نتأخر بعض الميزات يعني احيانا نتنزل 14.2 اول نسخة ما فيها اي ميزة لكن بعد البيت الثاني ثلاث ننزل ميزات وحيانا نتشير بعض الميزات فننتظر ونشوف شبلتها قبل في هذه النسخة حين كبداية اول ميزة حين موجودة لو نخش ال Control Center اللي هو هذا تخش العددات تقدر تضيف اشياء مثل تصوير الشاشة والاشياء الثانية تخش العددات وننزل ونخش على Control Center إذا دخلنا ال Control Center ننزل تحت فيه اشياء جديدة ننزلوها مثل ما نشوف Music Recognition اللي هو يعلمك الصوت او شيء ارح اعلمكم ايها حين نقدر نشقلها وفيه Magnifier هنا هذي العدسة لو نحطها رح اوريكم الميزتين اللي موجودة في هذا الشيء لو نخش هنا احين شازام تقدر تحطه هنا هاد ال Dialect طبعا ما يعرف شازام قبل اربع سنوات كانت شركة حالها لكن احين قبل شرتها او من زمان شرتها من قبل ربع سنوات ودخلتها مع سيري فاذا كانت انت كميوزيك حولك مشتغلة وتبي تعرف الصوت الموسيقى دي شن هي تقدر بس تسأل سيري شن هو الصوت الموسيقى دي وتجاوبك الحين ما يحتاج تسألها بس تقدر تضغط هنا وتسمع حين وطلع لك الصوت اللي حولك من شازام طلع لك اسم الغنية او موسيقى نفس هذي هذا الخيار اللي حطت هنا في الكنترول سنتر الى اشخاص بيستخدمونها بالنسبة لما رح استخدمها سننسلها بعد الفيديو والمقنفاية الى هنا لو بتشقلها نقدر نخش العدادات نقدر نضيف هنا البيبولددكشن مثل ما نشوف لو نشقلها فالان لو تصور شخص شخص طبيعي انسان نقبالك وتصوره تحط صورته مثلا رح يعطيك البعد حقه نفس الشخص وينه وينك البعد عن الكاميرا نفسها فهذه الخيار الجديد الموجود هنا ابل واتش الكل يعرف ان ابل واتش جديدة نزلت ابل سيور جديدة سمتها السولولوب اللي تكون السيور مش مفتوحة من تحت هنا ما تقدر تفصلها من هنا فالان ايقونة الابل واتش لو نشوفها معاكم هنا الايقونة الابل واتش قيروا شكلها ابل ونزلوها على نفس السولو انه ما تكون شكل مسكر مثل ما نشوف نفس السولولوب اللي نزلوها بس غيروها على شكل الباند حق ابل جديدة هذا الشكل المتغير برا بس في الايقونة لو ننتقل لكم لحق الميوزك برضو هنا في الكندورو سنتر ايقونة الميوزك تغيرت لو تضغط عليها هنا مشوشون الشيك الكبير مرة يعني لماذا قبل وصلت لهذه الدرجة لكن هذا الشكل الموجود فيها حين لو تشقل شيء في الموسيقى مثل ما نشوف هنا لو شقلنا شيء شقلت الفيديو حقي في اليوتيوب الآن لو نزلت هنا نضغط نشوف شلون اللي يقونا كبير طبعا في بل ميوزك رح يكون أفضل بضغط شكلها بس هذا الشيء اللي يقدر احطر من بل ميوزك مستخدمها تقدر لو تطفي هنا تشوف كيف ديزاين حقي اختلاف برضو هنا ديزاين حقي اختلاف فهذا الشكل الجديد اللي حطه في ركندون سنتر لو شقلت اي موسيقى او شيء الكبر ذلك اللي نسوينا احنا توقع اننا مجهزين لحق الايفون القادم ان الشاشة رح تكون أكبر بشكل بسيط لكن مخلينها مرة هنا كبيرة فما اخذين مساحة لحق الايفون القادم ممكن هذا الدليل ان فيه ايفون شاشة أكبر طب عندي الحركة برضو موجودة على الايباد تقدر تسويه نفس الحركة نفس الكامير وكل شيء فاي ميزة قلت هنا موجودة هنا برضو برضو الآن لو نخش العليدات نروح حق الصوت مثل ما نشوف هنا انا اتكلم بالعربي صاح اللغة انجليزية هنا لكن اقول لكم بالعربي فمفهومة نخش هنا نشوف الهدفون سيفتي او السماعات الخيار الثالث بتشوف هنا فيه خيارات ثاني طالع طبعا الخيار هذا موجود لكن هنا التغييرات اللي موجودة هنا مثل تقدر تشقل حق الهدفون نتوفكيشن او اشعارات للسماعات تقدر تشقلها تشوف الاشعارات اللي جاتك مثلا الصوت العالي والاشياء تقدر تحسبهم هنا حسبهم لك اخر ستة شهور وهنا التقليل من الصوت اللي يحط لك عشان يجيك تنبيه مثلا الصوت الطبيعي انك يكون كذا وكنت لابس سماعه مثلا ما شوف الديسابل كام 85 تقدر ترفع مثلا تخلي لا ما ينبهني الى الوصل 90 ما ينبهني الى الوصل 95 كيف كنت هنا هذا الشيء العادي هذا انه يقول لك هنا انه هافي ستي ترافك انه ازعاج في نفس المنطقة اصوات سيارات مصيرات هذا الشيء طبيعي تريد ترفعه على حسب وتشوف هنا مثلا هنا صوت يمر يمك او دباب صوت عالي بكيف كنت تعتقده طبيعي خلاص تنبيه برضو بخيار ثاني كلها حين الحق السماعي يعتبر لو نخش حين في البرايفيسي او في الخصوصية وننزل اخر شيء في التراكينج او الامبروفز او التحسينات نخش هنا في خيار من الخيارات هنا موجودة انك تساعد اذا كانت مثلا عندك الهاند الابل واتش فتقدر تسوي لهم يحسنون الهاند واتش فلو تشقلها بتقدر تشارك مع ابل كم مرة تغسل ايدك وش المشاكل اللي صارت فانت بكيفك انت هنا راح المعلومات تاخدها ابل تغسيل ايدك ما دري انت بكيفك انت تحس انه في شيء او ما في شيء انت بكيفك انه ما تبي تخلي ابل تشاركها ما تبي تخلي ابل تشارك الهيلث حقك او شيء تاخدها منك تطفه بشكلت هنا تعطيك الخيار انك تبيه علشان تساعدها في التحسين دي الميزة فانت بكيفك من هنا بعد ان احنا نتكلم عن الصحة نفس الخيار اللي موجودنا في العددات احنا موجود في الصحة او صحتي او الهيلث بالانجليزي كيف اي شيء تبي تسمي انا قلت لكم جميع اللغات فلو بتخش هنا بتشوف الهيرنج هنا والسماع لو بتخش عليه هنا الان مثلا ما نشوف الهيدف ونتفكيشن نفس الخيار اللي موجود في العددات لكن هنا تقدر تتبعه مع الصحتي طبعا تقدر تتبعه مثلا مع الدكتور عندك او اشياء تقدر تشوف من عندك هنا تخش تشوف الانتفكيشن او الاشعارات تجي كنلا صارت داتا عندك او شي انا ما عندي داتا وكنت مشقلها فتكون موجودة عندك هنا بس تقريبا ما في اي شيء جريد غيره لو بنشوف معاكم محين سكور مثل ما نشوف في الانتوتو هذا على البيتا 14 او النسخة النهائية لل اي او اس 14 القسطي اللي نزل عندكم محين مثل ما نشوف 5 4 3 3 6 1 بعد ما سويت المرة ثانية مثل ما نشوف 5 2 1 5 8 8 في رجوع صح في رجوع بس لو اسوي مرة ثانية ثالثة بكرة يمكن يصير في صعود شوي على حسب الجهاز على حسب الحرارة على حسب الاشياء فهذا الاختلاف من النسخة الرئيسية لحق لايو اس 14 هنا 14.2 لو بنشوف لكم القيك بنش برضو نخشينا في السي بيو لو نشوف معاكم حين هذا سبتمبر على لايو اس 14 النسخة الرئيسية 3 3 3 6 هذا لحق الملتي كور الآن 3 3 8 9 الملتي كور جميع النواة السنجل كور 1 3 1 6 الآن 1 3 2 9 برضو اتوقع انه بعد يوم ويومين او بعد ما يدفل الجهاز انتويم حالتها بصير افضل في القيك بنش لو نشوف المتل برضو هي نفس حركة لانتوتو لكن نكملها معاكم اشخاص يحبون الارقام الى هنا مثل ما نشوف هنا النسخة الرئيسية الايو اس 14 7 4 2 9 الآن البيتا الاول 14.2 7 4 3 7 يعتبر ما في فرق البيتا هذي ما نزلت قبل فيها ميزات كثيرة حين فننتظر بعد يومين نشوف كيف البطارية ونسوي لكم فيديو ثاني عن انطباع النسخة هذي بعد ما استخدمها يومين الى ثلاثة ايام ففي نهاية الفيديو لا تنسوني اشتراك في حسابي سناب شات تشرف ايضافتكم اتكلمنا كثير عن قبل ونتكلم عن اشياء ما تكلم عنها في الغناء وعمل لك المقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحتهمني والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة